مبدئياً كده يعني اللي شفناه مبارح ده ما كانش ماتش عادي بأي حال من الأحوال أكيد كلنا لاحزنا وخدنا بلنا من حالة الإجهاد البدني الكبيرة اللي ظهرت على كل لعيبي النادي الأهلي تقريباً هي ما كانتش طبيعية أبداً برغم أن كولر يعني كان بالفعل كان مريح بعض العناصر زي ما توقعنا كلنا قبل اللقاء مبارح لكن شفنا خروج الشناوي مصاب وبإذن الله تكون حاجة خفيفة يعني وكان بيشتكي من العضلة الخلفية بإذن الرحمن تبقى حاجة خفيفة بس دي أقل حاجة الحقيقة تحصل لحد زي الشناوي أو لكل اللعيبة نتيجة الإجهاد الفضيع اللي هم فيه والصفر رايح جايه وماتشاط وراء بعض في بطولة إيلة قدام ونفسين أتقل من بعض حضرتكم واخدين بالكم أكيد من كل هذه التفاصيل طبعاً كل التبديلات تقريباً كولر عملها بسبب الإجهاد في المقام الأول لكن في نهاية المطاف الحمد لله يعني هدف قاتل في البلاس تسعين كما هي عادة النادي الأهلي هذه المرة جاءت من خلال تمريرة وأسست هايل من إمام عشور خبطت في أرفر لعب سيراميكا كليو باترا ودخلت فيه شباك مرمى المنافس تحديداً في الدقيقة أربعة وتسعين عشان كده بنرجع ونقول زي ما بنقول دايماً كالعادة يعني ما تقمنش النادي الأهلي حتى صافرت النهاية ولكن الحق يقال سيراميكا إمبارح طبعاً بقيادة الكابتن أيمن الرمادي عملوا جيم محترم جداً قدموا مباراة مميزة جداً وكانوا يتقال عليهم ند قوي حتى التواني الأخيرة من اللقاء يمكن أنا وبعض الناس أكيد يعني وقفنا شوية عند شوية العنف اللي شفناهم فيه لعب لعبي سيراميكا إمبارح ضد لعبة النادي الأهلي حنقول إن هي حماسة الجيم وده برضو يعني شيء حنقول إن هو وارد يكون موجود وإن كانت الحكاكة زيدة حبتين في النهاية البطل بيواصل انتصاراته وبيخترس الفوز وبيتأهل للنهائي عشان يواجه موضر الفيوتشر اللي طبعاً هو كمان إمبارح كان عنده موقع الحقيقة مع بيراميز إمبارح طبعاً تابعنا هذا اللقاء وشفناه هو بيفوز على بيراميز بركلات الترجيح بنتيجة كبيرة 14-13 كل اللعيبة شاطه وكان فضل شوية كمان والاثنين مدربين ينزلوا شوته كان ماتش غريب جداً الحقيقة انتهى بالتعادل السلبي ولجأوا بالتالي إلى ركلات الترجيح لعبه 17 ركلة ترجيحية وفي النهاية انتصر موضر الفيوتشر فاحنا بالتالي حنقابله بقى في اللقاء النهائي بإذن الله